في البداية لو لسه جديد معانا ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات الجديدة بيبدأ في المنى ببنت صغيرة بتجمع عيش الغراب من غابة في اعلى جبال القلب في سويسرا وبتشوف انعكاس لدوق الشمس في المكان اللي فيه عيش الغراب وكأن حد بيعرفها المكان ولما بتروح علشان تاخده بتلاقي عظام ليد بشرية وبعدها بتيجي الشرطة وبنعرف ان الهايكل العظمي لشاب ميت من تلاتين سنة وبترجع بينا الاحداث من تلاتين سنة وبنشوف بيت فوق الجبل عايش فيه اورين راي اغنام والبرت ابن اخته اليتيم اللي بيربيه اورين ومارتن اللي لسه منفصل عن مراته واللي قرر يأجر قوضة عنده اورين لمدة كام يوم يرايح فيها اعصاب وفي يوم كانوا بيشربوا وطلبوا من البرت يعمل لهم عروسة من القش ويلبسها هدوم علشان يتسلوا بيها وفعلا بيعملها وتاني يوم لما بيصحوا بيلقوا عروسة تحولت لبنت حقيقية بيتفاجئوا وما بيبقوش عارفين ايه اللي بيحصل لكن بيحسوا انها جعانة فبيحطوا لها اكل وبتاكلوا البنت بتتصرف زي الاطفال وكأنها بتشوف كل حاجة لاول مرة وبيحاولوا يكلموها لكن ما بتردش عليهم وما بتبقاش فاهمة هم بيقولوا ايه حتى النار ما بتبقاش عارفاها وبتتلسع منها اورين لما بيلاقيها بالشكل ده بيستغلها وبيعتدي عليها وهي ما بتكونش فاهمة حاجة وبالليل بيشربوا وبيشربوا البرت والبنت واورين ومارتن بيعتدوا عليها وبيكبروا البرت يعتدي عليها هو كمان والبرت بيكون رافض والبنت من غضبها بتعض ايد مارتن عضة جمدة جدا وبتستنهم يناموا ومن الغضب اللي جواها من اللي بيعملوا معاها بتاخد سكينة وبتروح تموت الخرفان بتاعت اورين بيصحى اورين وبيشوف الخرفان مدبوحة وبيبقى متأكد ان البنت هي اللي عملت كده لانها كانت شافته في مرة وهو بيتبح وبيصله خروف واكيد عرفت الطريقة منه وبيروح يدور عليها وما بيلاقيهاش مارتن بيعرف مكانها وبياخدها وبيخبيها في المغزن بيقابل اورين وبيتظاهر ان هو ما يعرفش مكانها وبعد شوية اورين بيدخل يلاقي مارتن ايده بتنزف بيبقى عايز ياخده على المستشفى لكن مارتن بيعترف له انه قتل مراته ولو نزل القرية الشرطة اكيد هتقبض عليه فبيبعت المغزن يجيب كحل علشان يطهر لمارتن الجرح بيدخل اولبرت المغزن والبنت بتفكره اورين جاي موتها فبتضربه بالازازة على دماغه وبيغم عليه وبتعرف انه اولبرت وبتحاول تفوقه اورين بيلاقي اولبرت تأخر فبيروح علشان يشوفه بيفتح باب المغزن وبيلاقي البنت جوه فبيقفل عليها الباب بسرعة تاني وبيرمي على القدق حل وبيولع فيها وهو ما يعرفش ان اولبرت جوه البنت بتقدر تخرج من فتحة في السقف وبيبص بيلاقي اولبرت جوه المغزن بيحاول يخرجه لكن النار بتكون مسكت فيه بالكامل بياخده على البيت وبيحاول يعالجه لكن اولبرت بيموت والبنت بيكون صعبان عليها اولبرت جدا ووقفة بتبص عليه بيشوفها اورين وبيطلع يضربها وبياخدها وبيعلقها من ايدها وقبل ما يقتلها بيجي مارتن ويهدده بمسدس وبيقول له يقطع الحبل ويسيبها اورين ما بيرضاش وبيرمي السكينة على مارتن لكن ما بتجيش فيه ومارتن بيضربه رصاصها وبتيجي في كتفه وبيعرف ان مارتن فعلا هييموته لو ما فكهاش فبيقطع الحبل والبنت من كرهاها القورين بتاخد سكينة وبتطعنه بيها في ظهره وبيموت مارتن بيكون مصدوم وبيحاول يموت البنت لكن بتصعب عليه وما بيقدرش يموتها وبيغم عليه بسبب التلاوس اللي جاله من الجرح اللي في ايده بيصحى مارتن الصبح وبيكون تعبان جدا وبيقول للبنت ان هو محتاج دوا علشان ايده وهي بتفهم وبتنزل للقرية علشان تجيب له دوا وفي نفس التوقيت اهل القرية بيكونوا راجعين من جنازة بص في الكنيسة كان ميت منتحر وبيشوفوا البنت وقفة وشكلها ولبسها غريب جدا وبيغم عليها من شدة التعب الزابط بيروح يشيلها وبياخدها على الاسم وبيجيب لها الدكتور والدكتور بيطمنوا انها كويسة لكن بيكونوا مستغربين من تصرفاتها وانها ما بتتكلمش الزابط بياخدها متجمع فيها اهل القرية وبيسأل مرات العمدة لو تقدر توفر لها مكان تعيش فيه لغاية ما يعرفوا حكايتها ايه لكن مرات العمدة بيكون واضح عليها انها مش حباها واهل القرية بيشكوا انها ليها علاقة بموت القص مرات العمدة بتقول للزابط انها شكة ان البنت تكون جاية من عنده قرين اللي عايش فوق الجبل لانها لما اجمع ليها واقع منها تمثال على شكل خروف الزابط بيحط البنت في الحبس علشان ما تتعاملش مع حد وبيطلع الجبل وبيروح بيت قرين بس ما بيلاقيش حد وبيسيب رسالة القرين وبيمشي وبتظهر ايده على الشباك لكن الزابط ما بياخدش باله بيرجع على الاسم وبيلاقي راهب الكنيسة مستنيه وبيقوله ان البنت دي شيطان ومش بنت طبيعية وبيطلع الصليب والبنت بتكون خايفة منه جدا الزابط بيخاف عليها وبيبعد الراهب عنها وبيمشي وبيروح يهديها وبعدها بيصورها علشان يعرف هويتها والبنت بتشوف صورها وبتفرح بيها بترسم رسمة على ورقة وبتحط صورتها عليها وبتشاور له كأنها عايزة تفهمه حاجة لكن هو ما بيفهمهاش وتاني يوم بيدور الزابط على اي معلومات عنها فبيلقى في بنت شبهها كانت موجودة من خمسة وعشرين سنة الزابط بياخد البنت وبيوديها للعمدة علشان تبقى في امان لغاية ما يكمل بحث عن بقية المعلومات وبيروح يقابل الزابط اللي كان موجود في الخدمة من خمسة وعشرين سنة وبيوريله صورة البنت والزابط بيقوله طبعا فاكرها لان هي دي القضية الوحيدة اللي ما قدرتش احلها طوال فترة خدمتي وبيقوله ان البنت دي كانت متهمة بقتل تلات اشخاص لكن اختفت وما قدروش يوصلوا لها وفي التوقيت اللي البنت مستنية في الزابط عند العمدة بيدخل الراهب وبيبقى عايز يموتها لكن العمدة بيلحقها وبتجري البنت على امراض العمدة اللي بتعرف ان البنت جعانة وبتديها تفاحة كلها وبتقرب منها عيش مرسوم عليه صليب فالبنت بتخاف منه وبتهجم عليها والطفل اللي بتبقى امراض العمدة حامل فيه بيموت الزابط بيرجع بيلاء البنت اختفت وبيعرف ان الطفل مات والراهب في الكنيسة بيقول لأهل القرية ان البنت دي شيطان لكن الزابط ما بيصدقوش لانه بيبقى عارف هي قد ايه طيبة بيرجع بيته بيلاء البنت وبياخدها علشان يهربها لكن وهم في الطريق بيعملوا حدثة اهل القرية بيشوفوهم وبيكونوا رايزين يموته البنت لانهم صدقوا كلام الراهب خصوصا بعد ما الطفل مات بيمسكوا الزابط وبيضربوه والبنت بتهرب وترجع على الجبل بيرجع الزابط على بيته وبيشوف الرسمة اللي كانت رسمها البنت وبيفهم ان الراهب عايز يموتها فيروح بيت الراهب وبيدخل من غير محد يشوفه وبيلاقي باب سري FM تحت الارض وبيشوف على الجدران رسومات غريبة وبيشوف الرسمة اللي كانت البنت رسماها وبيلاقي سرير صغير وعلي عروسة وبيعرف ان كان هنا بنت صغيرة محبوسة يروح يقبض على الراهب وبيعترف له انه من خمسة وعشرين سنة اعتدى على بنت وحملت منه وهربت وعاشت فوق الجبل ولما قدر يعرف مكانها كانت ولدت بنت ورح لها واخد البنت منها وحرق البيت اللي كانت عايشة فيه ومات بسبب الحريق تلات اشخاص كانوا موجودين جوه البيت لكن هي قدرت تهرب وفادل يجري وراها لغاية ما وقعت من فوق الجبل والغريب انه ملقاش جسيتها في اي مكان وبيقوله ان رجع بالبنت الصغيرة على بيته وحبسها في قوضة تحت الارض وما كانش حدي بيتعامل مع البنت غير القص اللي قال انه هو انتحر وكان في كل مرة بيدخل لها الاكل كان بيخوفها بالصليب وهنا بنعرف ليه البنت كانت بتخاف من الصليب وبنعرف كمان ان القص ما انتحرش لكنه في مرة كان بيدخل لها الاكل والبنت حاولت تهرب فوقع على السلم ورقابته كسرت ومات البنت شافت الباب مفتوح فقدرت تهرب وطلعت على الجبل ووصلت بالصفة لبيت اورين ولبست لبس العروسة وابتدت قصتها معاهم والرهب علشان يدري على موت القص اخدوا وعلقوا من رقابته علشان يبان ان هو انطحر بيجري الزابط علشان يدور على البنت فوق الجبل وفعلا بيلاقيها وبتكون مبسوطة جدا ان هي شافته وبتاخده علشان توري له العرايس اللي هي بتلعب بيها والزابط بيلاقيهم مصنوعين من جلد مارتن واورين والبرت فبيترعب لكن البنت ما بيكونش عندها اي فكرة عن اللي هي عملته لانها كانت بتقلد لما كان بيعمل العروسة اللعبة وهي كانت شايفة وهي في المطبخ الزابط بيفتكر كلام الراهب ان البنت دي شيطان وبيزعق فيها وبيزقها بعيد عنه والبنت بتخاف منه وبتجري بيدي عنه لانها اول مرة تشوفه بالشكل ده الضباب بيكون كسيف جدا فما بتاخدش بلا وهي بتجري وبتقع من على الجبل والزابط بيكون هيوقع هو كمان لكن بيمسك في شجرة وبيقدر ينقذ نفسه وبينزل علشان يشوفها لكن ما بيلاقيهاش وبيبص على حاجة فوق وبعدها بيطلع يضرب نفسه بالنار وبترجع بينا الاحداث لوقتنا الحالي وبيعرفوا الحقيقة وهي ان الزابط نوت نفسه لانه شاف جسة البنت بعد ما وقعت من على الجبل وماتت وعارف انها انسانة بريئة ومش شيطان وحس بالندم انه كان السبب فموتها لو عجبك الملخص يلا اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات الجديدة